السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي من جديد عبر رأي القانون تسألونا ونجيب ننتظر اتصالاتكم كالعادة على الرقم الظاهر أسفل الشاشة لكل سؤال لكل مشكلة قانونية قضائية لكل من يريد حلول لمشاكل قانونية طبعا سنكون بإذن الله أذن ساغية أول اتصال ألو السلام عليكم مرحبا بك أنا عبد القادر من بالعباس الله يبارك تفضل رأي عندي نسيبتي عامين رأي عندي نسيبتي عامين تفضل رأي كل فانتكات العامل أول العامل أول أخد نديها كيلوميكل بوشتة لا بوشت شكون تدي تخلص لما تشني والعامل تزاوج رأي نحتين كليلها لوتو شكون هذي نسيبتك نسيبتي أخد المرأة وعليش تديها أنت نديها تخلص اللابوس رأي عندي رأي عامين رأي عندي نعم وراح المشكلة الآن كل فانتكات العامل أول قد تمشها وعلى كيلوميتر من دار البوشتة نعم والعامل أزاوج ما لاش قد تمشها خطي قدي تجيبها اللابوس قالوا لي جيبها طبعا طبعا تتر بالمجاد بالمجاد طبعا لازم تجيبها باش تسحب الأموال لأنه ما يقدرش إنسان يسحب الأموال في مكان إنسان ما عدا ما إذا كانت عنده وكالة أو لا لا ولكن هي مريضة مرض عقلي مرض عقلي مرض مزيمر مرض زهايمر مرض زهايمر طبعا نعم مرض زهايمر أنت حبيت تعفل إجراءات والإجراءات في أستاذ نعم لكي نجاوبك المواد واضحة جدا في قانون الأسرة تتبع معي المادة مياه وما يليها من قانون الأسرة تتحدث عن حكم يصدر في مادة شؤون الأسرة بخصوص الحجر على إنسان بعد طلب شخص يعني يكون ابن بنت أخ الأبي يحجر على الإبن تاع والابن يحجر على الأب تاع وكل حالات يعني الإنسان يكون بعقله بصحته يقدر يحجر على إنسان ليكون يعاني الثياربات عصبية وعقلية وذهنية لأنه ما يقدرش يتصرف لأنه يقدر يكون عنده أملاك ويستغلوها الناس ينحلوه أملاكه ويقدر يكون عنده أموال يسحبها من البنك ما يقدرش وما يعرفش لأنه ما يعرفش حتى قيمة الأموال وقيمة النقود وضع القانون حلول أنك تروح إلى قاضي شؤون الأسرة تدير دعوة قضائية تطلب خبير الخبير شكون هو الخبير هو المختص في الأمراض العقلية طبعا يعين لك خبير سواء بأمر أو بحكم يعني موجود تعين للخبير بيموجب أمر بدون أمر عادي لما يتعين يفحص هذا الشخص المريض طبعا هذه إنسية يفحصها الطبيب يدير تقرير بعد لأنه الجسعة تؤجل في تاريخ اللاحق بعدما يكون هذا التقرير واجد القاضي تعشو الأسرة اللي أمر بالخبرة يعين يقرأ الخبرة طبعا ويأمر بالحجر على هذه السيدة وتعيين مقدم ما نقدرش نحجره إنسان وما ندلوش مقدم نحجره على إنسان ندلو المقدم اللي هو مثلا أنت مثلا الأخت تكون هي المقدمة بمعنى أنها تحل محلها تسحب الأموال تحها تتصرف تصرفها تحها تبقى لشي اللي يوجد اللي موجود في الحكم بمعنى أنها راح تنحيليكم هذا المشقة وهذا العيب وكل هذا ولكن أيضا إذا ما أرجع إلى عقله هذا الإنسان اللي حزرته عليه يقدر يسترد ما لم يستهلك من أمواله بمعنى أنه مشي إلى الأبد إذا ما تحصل وضع تياه وعود أرجع القانون حماه يقدر يسترد ما لم يستهلك لازم تدينوا دعوة شؤون الأسرة وراكم تسكنوا وتطلبوا تعيين خبير وبعد ذلك راح تكون كاين حكم حجر